اشتركوا في القناة محافظ حضر موت السلوبيات لمتابعة احتياجات المحافظة ويتقي سفير الولايات المتحدة لدى بلادنا رئيس الجمعية الوطنية يناقش مع شخصيات وقيادات من مديرية المكيراس أو ضاع المديرية اطلاق محمة صحية بالمكلة تحت شعار نعم مستحف النفسية ونبدأ اخبارنا من المملكة العربية السعودية حيث وصل محافظ حضر موت قائل منطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني قادما من المانيا بعد رحلة علاجية تكللت بالنجاح ويلتقي خلال زيارته القيادة السياسية والجهات المعنية في الحكومة لمتابعة قضايا المحافظة والخدمات الأساسية للمواطنين وكذا عدد من المسؤولين وقيادة التحالف العربي بالسعودية ومركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية وأبناء حضر موت المقيمين في الرياض هذا وكان محافظ حضر موت قد التقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل لبحث جوانب الدعم للقطاعات الخدمية والأكثر احتياجا في حضر موت وذلك على خلفية اللقاءات السابقة مع المسؤولين في السفارة الأمريكية خلال زيارتهم لحضر موت بدوره ثمن المحافظ مواقف الولايات المتحدة ودورها في دعم إعادة بناء المؤسسات الحكومية تدمرتها ميليشي الإنقلاب الحوثية بدوره أكد السفير الأمريكي مسارة واشنطن لدعم إعادة بناء المؤسسات الحكومية مؤشيدا بجهود قيادة السلطة المحلية بحضر موت في محاربة الإرهاب وتطبيع الحياة وإعادة العمل بمؤسسات الدولة وفي شبوة أطلقت ميليشيات حزب الإصلاح التابعة للشرعية صراحة عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنهم الصحفي جمال شنيتر مدير الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي بشبوة ومراسل قناة القتل المشرق وذلك بعد اختطافه وسجنه في نقطة مفرق الحوطة بمدينة عزان بشبوة ومعه الصحفي صالح المساوى والناشطة الإعلامية عبد الرحمن العشملي بعد اعتقالهم أثناء تصوير جرحة تم إسعافهم إلى مستشفى عزان بشبوة وجاء إطلاق صراح الصحفيين بعد ضغط إعلامي وحقوقي كبيرين وإدانات بهذه الاعتقالات الغير مبررة والغير مسؤولة من قبل هذه القوات واستنكرت منع الصحفيين من أداء عملهم واعتبروا هذا الإجراء غير قانوني وتعسفي ومؤشر خطير يهدد حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وعقب إطلاق الصراحة الإعلاميين أجرى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزبيدي اتصالا من مدينة جدة للإطمئنان على صحة وسلامة الزميل العالمي جمال شنيتر مراسل قناة الغد المشرق بعد خروجه من أحد معتقلات مدينة عزان تتصيدر عليها ميليشيا حزب الإصلاح حيث نقل فيها تهان القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي بسلامته وخروجه من المعتقل مؤثمنا في الوقت نفسه الدورة النضالية والمهني في تأدية الرسالة الإعلامية للإعلام شنيتر من جانبه عبر الإعلام شنيتر عن شكره وتقطيره للرئيس الزبيدي على اتصاله واهتمامه وسؤاله عن وضعه مؤثمنا الدورة الرياضية تقوم به القيادة السياسية للمجلس الانتقالي في تحقيق تطلعات وإرادة شعب الجنوب المتمثلة بالتحرير والاستقلال وفي العاصمة عدن عقد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن أحمد سعيد بن بوريك في مقر الجمعية اجتماعا مع عدن من الشخصيات والقيادات من مديرية ميك كيراس بمحافظة أبيان واخل الاجتماع استعرض اللواء بن بوريك الأوضاع السياسية والعسكرية في الجنوب بشكل عام ومديرية مكيراس وحجم المعاناة تيواجهها أبناء المديرية في ظل استمرار احتلالها من قبل الميليشيات الحوثية مؤكد أن مكيراس تبقى في قبضة الميليشيات الحوثية الإيرانية وأن مشاريعها التدميرية إلى زوال بفضل الله وقوة وإرادة شعب الجنوب وبدعم وإسناد من الأشقاء في دولة التحالف العربي وأشار بن بوريك بالانتصارات العظيمة التي حققتها قوات المقاومة الجنوبية في جبهة الضالع ومعاكسته على القضية الجنوبية بشكل إيجابي أصدرت الكتلة البرلمانية الجنوبية بيانا توضيحيا حول التحولات السياسية الأخيرة ومتابعتها سير حوار جدة بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وأشار البيان بدور المملكة العربية السعودية لجهودهم في سير حوار جدة من أجل المشروع السلالي الحوثي المدعوم إيرانيا وأعبر البيان عن إساءته لكثير من أصوات النشاز لتحاول أن تدقى في العلاقات الأخوية الحميمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة واستنكر البيان كلمة وزير الخارجي اليمني بما لا يليق قوله من التهم تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وناجدت كل البرلمانية الجنوبية في البيان تكرار مطالبها إلى رئيس الجمهورية بحسم الأمر وفتح حوار جاد مع كل الأطراف لحل الخلافات وتوحيد الجهود لدحر وهزيمة الحوثيين والمشروع الإيراني التدميري أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الاثنين القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الدكرى السادسة والخمسون من أكتوبر حيث عبرت الوزارة عن أسماءية التهاني والتبركات للقيادة السياسية المتمثلة برئيس الجمهورية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية وإلى أخبار حضرمود حيث أشارت المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرمود بالدور الكبير لمجموعة العواد للتجارة في تزويد محطات التوليد التابعة للمؤسسة بوقول المزوت بموجب الاتفاقية المبرمة مع السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المؤسسة وقالت مؤسسة الكهرباء في بيان لها على صفحتها على الفيسبوك للرأي العام ردا على ما نشر من عدد من الوسائل العالمية حول المغلطات وردت ضد مجموعة العواد للتجارة أن المجموعة استمرت في أحلك الظروف في مؤسسة تزويد المؤسسة بوقول المزوت رغم تراكم المديونية المستحقة لهم والتي تزيد عن 2 مليار ريال يمني وأدعى البيان الإعلامي للحرص على أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها وعدم نشر الشائعات التي من شأنها خلق البلبلة وزعزعة أمن واستقرار المحافظة افتتحت في مدينة سيئون المرحلة الثانية من برنامج تأهيد وتجهيز البيئة التعليمية بكلية التربية بجامعة سيئون وتضمت المرحلة الثانية من البرنامج تزويد مختبري الفيزياء والكيميا بأجهزة ومعدات علمية تخصصية كمتطلبات تغطي الاحتياج الفعلي للموارد التعليمية في المادتين إلى جانب إعادة تأهيد مكتب عميد كلية التربية وإسناد المكتب الورقية بكتب ومراجع علمية في تخصصات متعددة احتفل المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين بسيئون بتخرج 54 معلما ومعلمة من دفعتين الاجتماعيات ومعلم للصف للعام الدراسي المنصرم حيث تقع على عاتق هذه الكوكبة الجديدة تأمين العملية التربوية والتعليمية حتى يستمر عطاؤها للأجيال القادمة في مديرية الوادي والصحراء وفي الحفل أشار عميد المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين مرتضى الثقاف إلى أن المعهد ظل رافدا للتعليم بالوادي ومده بالكوادر المتخصصة لتقطية النقص في التعليم فضل عن إقامة الدورات التدريبية لا فلن إلى أن المعهد اهتم بتعليم الفتاة عبر افتاح برنامج الدبلوم في تخصصات متنوعة وتخل الحفل كلمة للخريجين وواصلة إنشادية وفقرة معبرة لطلاب مدرسة الطفل السعيد لمتلازمة داون بسيئون وجرى في ختام الحفل تكريم الخريجين تسلم مكتب الصحة بوادي وصحراء حضر موت مواد مستلزمات الاستصفاء الدموي لعدد 16 ألف جلسة وعشرة أجهز الاستصفاء مراكز الكلا مقدمة من منظمة الصحة العالمية وتأتي هذه المنحة لتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي في ظل الظروف العصيبة الراهنة ويجري حاليا في مشروع بناء الدور الثاني لمركز اليسر التخصصي لعلاج وجراحة الكلا والمسالك البولية المول من حصة حضر موت من بيعات النفط بكلفة إجمالية بلغت أربعمائة وستة ألف وخمسمائة وأربعة وعشرين دولارا حيث بلغت نسوة الإنجاز خمسة عشر بالمائة في المشروع لتكون من ثلاث غرف عمليات وملحقاتها وغرفتين عناية مركزة وغرف ترقيد للرجال والنساء تجري خلال هذه الأيام بدء تركيب الأجهزة الجديدة بقسم غسيل الكلا بمستشفى الشحر العام للتخفيف من معاناة المرضى حيث ستخفف الأجهزة الجديدة عن المرضى المسافة من مدينة الشحر إلى المكلة والازدحام على مركز غسيل الكلا بالمكلة وأعبر مكتب الصحة بساحل حضر موت عن شكره لكل من سعى وساهم في تحقيق هذا المنجز وانتوقع تم تجشين العمل بالقسم في الأيام القريبة القادمة والختام من المكلة أطلقت منظمة قيود للصحة النفسية حملة إعلامية للتوعية بأهمية الصحة النفسية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية والذي يصالف العاشر من أكتوبر من كل عام وتهرف الحملة إلى إيصال رسالتها لمليون شخص بداية من مدينة المكلة إلى كافة محافظة حضر موت وذلك عن طريق تعليق لافتات في الشوارع وكذلك عبر الفلاشات الإذاعية والبطاقات الإلكترونية وسستمر الحملة لمدة ثلاثة أسابيع من العاشر إلى الثلاثين من أكتوبر وصرح المدير التنفيذي للمنظمة الأستاذ سعيد باتيسير أن هذه الحملة تأتي ضمن خطط ومشاريع المنظمة لتستهلف محافظة حضر موت في الاستجابة الإنسانية وشكر كل من ساهم في إقامتها في هذا الخبر نكون وصلنا وإياكم إلى ختم نشرتنا لهذا اليوم وهذا تذكير بأهم مجالها محافظ حضر موت سلوغيات متابعة احتياجات المحافظة ويتقي سفير الولايات المتحدة لدى بلادنا رئيس الجمعية الوطنية يناقش مع شخصيات وقيادات مجرية الفيرات أو ضاعة مجرية اطلاقوا حملة صحية بالمكلة تحت شعار نعم للصحة النفسية ختم النشرة حتى لا ملتقادكم بأمان الله اشتركوا في القناة